مرحباً جميعاً، كيف حالكم؟ أحكيكم أنه بلشنا مرحلة جديدة كثير أسئلة كانت تجيني عن موضوع الدراسة في قطر وهل ممكن حصل على مقعد دراسة في مجمعات في دولة قطر وأنا جنسيتي مختلفة وأنا بره البلد وأنا جوه البلد وأنا مش عارف إذا بيطلع لي ولا ما بيطلع لي كل هيا الأسئلة كنت مأجلها لحد ما أجي اليوم أحكيت أنه الحمد لله تم قبولي في برنامج الباستث في جامعة قطر في تخصص إنبينيرينج مانجبنت اليوم صرت قادر أن أجاوب على كل هيا الأسئلة اللي أنا كنت مأجلها لحد ما أخلص لبروسيس تبع التسجيل خليم أطول أكثر من هيك وأبلش بالفيديو الجديد من أول شي في هذا الفيديو بحب أحكي شكراً كثير لكل الناس اللي تدعمني وأولهم أهلي وإخواني فتانكيو كثير أكيد شكراً للدكتور وائل الأزهري وأكيد شكراً للمهندس شاكر خليف لأنهم ما بتأخروا ثاني واحدة كل ما أحتاج لواحد منهم في مساعدة معينة وأكيد ما رح أنسى أحكي شكراً كثير لصديقتي الخرافية نورا اللي بدون مساعدتها يمكن ما كنت رح عارف أصلاً كيف أسجل في برنامج الماستر وشو الأشياء المطلوبة وكل ما طلع عندي مشكلة كنت أسألها شو أسوي فكانت بكل صدر راحب تجاوب لي شكراً لكم كلكم وشكراً لاللي عم تطلع وعم تحضر على هاي الشانيل إن شاء الله ستكون مفيدة وخليني أبلش اللي بتحكي لك إياه اليوم في هذا الفيديو اللي بتحكي لك إياه في هذا الفيديو أن اليوم زي ما حكيت قبل شوي أنا قادر أني أنا أجاوب على أسئلتكم اللي بخصوص موضوع الدراسة في الجامعات في دولة قطر يمكن ما أقدر أجاوبها بكلها بس أكيد إن شاء الله رح أقدر أجاوب ولو على جزء بسيط منها اليوم عم بحط لكم هذا الفيديو الأول ضمن سلسلة من مجموعة فيديوهات إن شاء الله ستنزل على اللي تشانل ترىي لغاية الآن عم نقرر رح ضمن الفيديوهات اللي في سلسلة نومور يمكن إذا لقيتهم أكثر نحطهم في سلسلة منفصلة واللي رح أجاوب فيها عن الأسئلة اللي أجتني عن موضوع الدراسة في دولة قطر ومن أبرز هاي الأسئلة اللي رح تلاقوها إن شاء الله في الفيديو اللي جاي سؤال الأول سأل عم بسأل هل يستطيع حامل الجنسية غير القطرية الدراسة في جامعات قطر أو في جامعة قطر سؤال الثاني هل يستطيع غير المقيم إنه يقدم على الدراسة في دولة قطر وشو رح يصير معه لأنه هو ما معه أصلا إقامة أو ما معه فيزا ليجي على دولة قطر سؤال الثالث كان عم تسأل عن شو هي أصلا الأوراق المطلوبة اللي أنا لازم تكون جاهزة معي عشان أنا أقدر أقدم على برامج الدراسة في الجامعات في دولة قطر وأكيد السؤال الرابع اللي كلنا عارفينه قديش كلفة الدراسة أصلا في جامعة قطر والسؤال الخامس هل في منح تجيني أو بقدر أقدم عليها لحتى أدرس في إحدى جامعات قطر أو في جامعة قطر نفسها وأكيد كمان السؤال السادس عم بحكي لك إن شاء الله نكون عم بنيت صح يا بعدش يا جيمي السؤال السادس كان بحكي أصلا شو هي الجامعات الموجودة في دولة قطر وشو التخصصات الموجودة فيها الجامعات الموجودة في دولة قطر والسؤال السابع كمان اللي بحكي لك عنه في واحد من الفيديوهات قديش أصلا المدة اللي راح يخذها إجراءات تقديم الدراسة في دولة قطر والسؤال الثامن إن شاء الله عم بكون بعيد صح لأني بلشت أتخربط اوكي يعرفنا المدة اللي من حد ما تبلش تقدم الطلب لحد ما يطلع القبول إن شاء الله قداش المدة اللي من بعد ما يطلع القبول لحد ما يبلش الفصل الدراسي في الجامعات الموجودة في دولة القطر والسؤال التاسع هل في مقابلة شخصية مثلاً جامعة الدراسات الفعلية هل في مقابلة شخصية راح أنا أضطر أروح عليها علشان أنقبل في التخصص اللي أنا مقدم عليه كما أنه أكيد سألني إذا في مقابلة ما صرحت له يسفي مقابلة فهو سألني شو الأسئلة اللي سألوني إياها في مقابلة الدراسات الفعلية أو التخصص اللي فيها مقابلات عشان تقدر تنقبل طول السؤال وهل أسئلتهم صعبة وهل كثير يعني صعبوا الموضوع تمام إذا في مقابلة واجتازنا المقابلة شو الإجراءات اللي بعد ما تجتاز المقابلة يتم قبولك عشان تدرس في جامع القطر أو في الجامعات في دولة قطر والسؤال كمان اللي بيجي أكيد كيف أدي أعرف أني مقابلة إذا كنت مقدم على واحد من البرامج اللي موجودة في الجامعات في دولة قطر هاي أسئلة كثيرة وغيرها من الأسئلة اللي عم تجيني وعم بنسألها بحكم أن أنا عم بحكي عن دولة قطر في الفيديوهات تبعتي ما كان عندي علم فيها لكن اليوم أنا صرت الحمد لله عندي علم فيها أو علم بسيط فيها بقدر أني أنا أحكي لكم إياه لحتى تقدر تستفيده واللي حابب أنه يقدم يقدر يعرف شو الخطوات أو شو الإجراءات أو شو التفاصيل اللي هو محتاجة لحتى يقدر يقدم على واحد من التخصصات اللي هو حابب أنه يكمل فيها أو أنه يدرس فيها وأول سؤال رح أجاوبه لفيديو اليوم هل يستطيع حامل الجنسية العربية الغير قطرية أنه يدرس في إحدى الجامعات الموجودة في دولة قطر بما أني في أول فيديو حكيت لك أنه الحمد لله طلع لي قبول في برنامج الانجينيرينج مانجمنت في الماستر في جامعة قطر فالجواب هو نعم حامل الجنسية العربية بقدر أنه يقدم للدراسة في إحدى الجامعات في دولة قطر لكن لازم يجتاز كل الخطوات والإجراءات اللي مطلوبة اللي رح كفيها في الفيديوهات الجاي لهون ما رح أطول أكثر في هذا الفيديو انزلوا على الكامنت سحكولي إذا في عندكم أسئلة بتحبوا أن أنا أشملها في هاي السلسلة بتخيل أنها إن شاء الله رح تكون سلسلة مفيدة و رح تفيد عدد لا بأسة به من الناس اللي عم تسأل وإذا شايفين أنه رح يكون موضوع مهم ومفيد فسلخوا لنا لايك وعملوا شير الفيديو لأسحاركم اللي ممكن يكونوا عم تسألوا عن نفس الموضوع وإذا كنت أول مرة عم تحضرني فعمل سبسكرايب ونيبل لنسكيش اندل على التشانيل اللي حتى يوصلك كل فيديو الجديد من هولا أجاوبكم كل أسئلتكم إن شاء الله بتظلوا بخير وسلامة وسعادة وسلامة